السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا بابي عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفساحة وخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البصل البودر والتوم البودر في البيت. باسهل وابسط واسرع الطرق. تبغوني ان شاء الله يعجبكم الفكرة. هنسمي بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معي هنا دي رسين توم. عايزة اضعف الكمية براحتك. بس انا بفضل اعمل كميات صغيرة. هتقشريه وتقطعيه بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي. اه كمان معي هنا دول اربع بصلات. اه الكمية قلت لك براحتك. هتقطعيهم رفيع كده خالص. شريح رفيع. وتحاولي تخلي السمج كله قد بعضه على قد ما تقدري. دلوقتي هروح اجيب سنيتين. وافرد كل حاجة لوحدها. وهبدأ افردهم بعيدة عن بعض. اه على قد ما تقدري يحاولي ان ما فيش حتتين يجو فوق بعض. وهتروح يتشغلي الفرن بتاعك. هو المفروض الطريقة الاصلية انه بيتحط في الشمس. لحد من المياه فيه ما تنشف خالص. بس طبعا احنا دلوقتي في الشتاء. كمان احنا عايزين طريقة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. والطريقة دي ما تقلش اهمية عن اللي بيتنشف في الشمس خالص ولا بيفرق في الطعم. هحطهم في الفرن وكل خمس دقيقة هرجع اقلب فيهم. وتاخدوا بالكم ان الطعم بيستوي اسرع من البصل. كمان حسب الكمية اللي انجي حطوها. ما تسهيش عليه وتقولي الاتنين هياخدوا سوى واحد. وهنا كان خلاص الطعم بتاعي استوى. بس انا حاب اوريه لكم. هتلاقي واحدة نشفت وبتتكسر زي البسكودة دي تقدر تضحنيها. وهتلاقي حتة تانية. لسه مندية. شايفين البصل لسه ما انا شافش لسه فيه مياه. هحاول اقلبه. اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وهرجع ادخله في الفرن تاني. وكل خمس دقايق هرجع ابص عليه وقلبه برضو. وبكرر تاني وقول لكم ما تسهوش عليه عشان ما يتحرقش منكم مرة واحدة. متعبكم يجي عالفوضي. هقفل عليه واسيبه. وآآ ونرجع نشوف هنعمل ايه في التون بتاعنا? شايفين التون بقى عامل ازاي? ولونه عامل ازاي? بس برضو زي ما قلتلكم هتلاقوا فيه بعض القطع اللي لسه طرية. ما ينفعش ابدا تتحانيه. آآ وهو بالشكل ده شايفين دي طرية اهي. في غيرها ناشف هتلاقي بيتكسر منك. شايفين دي? اتقصرت زي البسكوتة. دي هتنتحن ما ما فيش اي مشاكل منها. بس ما انفعش تتحانيها مع المندية التانية. آآ فانت قدامك حل من الاتنين. آآ اما هتحطيه في المطبخ كده آآ مدة ليلة او ليلتين. لحد كل ما ينشف مع بعضه. او تعملي زي ما انا هعمل بالزبط. هوريجي الطريقة اللي انا هستخدمها. اول ما طلع البصل ان شاء الله. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا حبيب البصل خلاص بعد ما نشف. عطونا برضو نفس النتيجة اللي عطاهلنا التوم. في واحدة نشفة واحدة من الدية. قلتلك آآ ممكن تسيبيهم آآ ليلة او ليلتين. حسب ما ينشف منك. وتختبريه برضو. لحد ما تلاقيش في حاجة من الدية خالص. او هتعملي زي ما هعمل كده بالزبط. انا حاطتهم لاتنين مع بعض في اتنية واحدة. وهسيبهم يبردو خالص. وبعدين هشغل الفرن على اعلى حاجة. لحد ما يسخن جدا لمدة ربع ساعة. آآ وبعدين هطفيه. وارجع الصينية تاني الفرن. تاخد الهابو بس السخنية بتاعة الفرن. وهو مطفي. ان شاء الله هتنشف. آآ ولو انا شفيتش معاكي من اول مرة هتقرره العملية دي مرة تانية هتسيبيه يبرد. وهتشغل الفرن لما يسخن خالص. وتروح جاية حاطة الصينية بتاعتك في الفرن. آآ تاخد السخنية بس. وده الشكل النهائي للتوم والبصل. آآ اللي احنا نشفنهم في الفرن. من غير شمس ولا حاجة. دلوقتي هتلاقيوا كل القطع بتتكسر. مش هتلاقيوا حاجة من الدية. انا عملت العملية اللي انا قلتها لكم دي مرة شغلت الفرن وطفيته. وحطيته في الهوى السخن بس. شايفين حتى لونه اغمق وتغير. وعايز اقول لكم ان ريحته مش معقولة. مش زي اللي بنشتريه من بره خالص خالص. ريحته قوية جدا جدا. لسه كمان لما ينتحن. آآ هتشوفوا ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. آآ وتكتبوا لي في التعليقات. انا هروح اطحنهم في المطحنة بتاعة الخلاط. كل واعد طبعا على حدة. ان شاء الله مش هتلاقي اي صعوبة افتحنوهم ابدا. هطحنهم وارجع لكم تاني. بسم الله. آآ بوريكم هاوز انا طحنت البصل في الاول. ولازم تنخليه كده عشان خاطر برضو تتأكد ان ما فيش حاجة آآ نية فيه. بصوا كله انتحن اهو. فيش حاجة خالص. وقفت في الخلاط الحمد لله. مش عايز اقول لكم ريحته عاملة ازاي. عايز افكركم ان الكمية دي طلع من اربع بصلات حجمه متوسط. كمان تحنت اه التوم. آآ هصفي معكم بالمصفة. عشان برضو لو فيه اي شوائب ما تنزلش آآ تبوز آآ التوم بتاعنا. بس الحمد لله آآ الطريقة اللي انا قلتلكم عليها دي هتوفر عليكم وقت. شايفين? ده انا مش هحطه خلاص ده انا هرميه. وبرضو ارجع فكركم ان الكمية دي من رسين توم. على فاكرة الكمية دي كبيرة مش صغيرة. لان انت هتستعملي التوم البودر والبصل البودر اللي احنا عاملينهم في البيت ده. هتستعملي منكم ما صغيرة مش زي اللي انتنا بنشتريه من بره ابدا. ده ريحته قوية جدا جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وتكتبوا ليه في التعليقات. وازا استفدتم مني باي شيء. آآ ما تنسوا ليش بصالح الدعاء. آآ وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. آآ ولو انتم مش مشتركين تنزلوا وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان وصلكم كل جديد. وبحبكم كتير وبحبكم في الله وشكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.